من ناحية تانية سيصدر الرئيس السيسي خلال ايام عفوا رئاسيا بيشمل عدد من المحبوسين على ذمة قضايا متنوعة استنادا الى قواعد حقوق الانسان ومن المقرر انه يشمل قرار العفو يعني حوالي 300 اسم بينهم شباب حالات صحية طلاب جامعات ومدارس وان قيمة المعفو عنهم بيجري اعدادها وفق قواعد حقوق الانسان وليست قاصرة على القضايا السياسية فقط خلينا نعرف تفاصيل عن هذا الموضوع من الأستاذ محمد أنور السادات النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان سأل خير واهلا بك ست النائب استاذ رئيام اهلا بك اهلا وسعني يا فنم شايف الخطوة دي ازاي خصوصا انكم كنتوا بتطلبوا بيها بقلكوا فترة صحيح هو الحقيقة الرئيس كان وعد منذ فترة يعني بمراجعة اوضاع بعض من الناس اما محتجزة على زمة بعض القضايا لسه يعني لم يصدر في حقهم احكام او اه البعض من اللي صدر احكام واحكام نهائية وزي ما حيث اكتفضلت الموضوع مش مخصور بس على قضايا سياسية ولكن ايضا اه بيبقى دايما بمناسبة الاعياد بيبقى فيه اه بعض من المحكوم عليهم جنائيا بيتم اه يعني مراجعة ظروفهم او ضحهم سلوكهم اه حالاتهم الصحية وانا بشوف ان دي خطوة مهمة جدا يعني اتمنى انها تشمل هذه المرة بعض من الحالات اللي المجلس القومي لحول الانسان ارسل بعض اسماء واحنا كلجنة ايضا ارسلنا بعض من الاسماء اللي وردت الينا كشكاوة تظلمات طلبات عفو من بعض من اسر او عائلات بعض من الشباب وغيرهم من الناس اللي اه يعني كانوا محتاجين انه يبقى فيه اعادة نظر في اوضاحهم فانا بشوف انها خطوة مهمة جدا اه الرئيس الحقيقة هو نفسه كان حريف عليها وذكرها في اكتر من خطاب ومناسبة قال انه يعني هو لا يقبل ولا يرضى انه يبقى فيه اه حد بالذات من الشباب يعني اه ممكن يبقى اه مظلوم او انه محتجز يعني دون سند او حاجة قوية فانا شخصيا برحل جدا وانقدر جدا نتمنى ان هذه القوائم تزيد زي ما قلت بالذات الناس اللي ممكن تبقى يعني مرتكبتش اه جرائم اه او مرتكبتش اه ايا من المخالفات اللي تمثل اه يعني عمفة او تمثل حاجة انا بقول اهم شبابنا وبعض من الناس اللي محتجزة دي مهم جدا وبعض من اصحاب الرأي او ما الى ذلك مهم انه يبقى فيه مرعاة لظروفهم انا بشوف ان دي بتعيد الثقة وكمان بتؤكد على ان مصر حريصة على اولادها ايا كان يعني اتجاهاته تمام هل هل حضراتكم كلاجنة حول انسان عندكم ايضا يعني او كان عندكم قوائم مقترحة باسماء معينة هل تقدمتوا بيها احنا احنا زي ما قلت لحضراتك اه الاسماء اللي بتارد الينا اه سواء عن طريق شكاوى او تظلمات بنجمحها وبنبعثها اه وغيرنا اكيد المجلس القومي لحول الانسان بعد وربما بعض من الاولياء اه امور او اسر هؤلاء المحتجزين او المحتجزين يعني اه بالتأكيد برضو هم بيبعثهم مباشرة سواء على الرئاسة او على اه وزارة الداخلية اه كل ده بيعاد النظر فيه وبيتم مراجعة اوضحهم عشان يتشاف مين اللي ينطبق عليه ومين اللي بيحتاج عفو رئاسي يعني دي كلها بتبقى حصيلة كذا جهة بتبعت كل واحد يبعت اللي عنده تمام اشكرك جدا النقب محمد انور السادات رئيس لجنة حول الانسان بمجلس النواب